قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب خلال جلسة عقدة الأسبوع الماضي وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل ناد الأسير أكد في بيان مقتضب أن هذه الفرصة تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة معربين عن استعدادهم الدائم والجهوزية العالية للحفاظ على حقوقهم ودعا الأسرى أبناء شعبنا وكافة المؤسسات الداعمة لقضيتهم للاستمرار في دورهم الداعم لحقهم بانتزاع حريتهم وإنهاء هذا الملف الظالم يأتي ذلك في وقت يطالب فيه الأسرى الإداريون بأن لا يتم تمديد الاعتقال الإداري بينما يقوم القضاء العسكري الإسرائيلي بالتمديد هذا الاعتقال عدة مرات متتالية فبعض الأسرى وصل تمديد اعتقالهم الإداري إلى ثمانية عشرة مرة متتالية ووجدوا أن لا بد من التصدي لهذا الإجراء بخوض الإضراب عن الطعام كرسالة يريدون إيصالها مفادها أنه إذا أرادت سلطات الاحتلال أن تكسر سلاح الإضراب المفتوح بقتلها للشهيد خضر عدنان فإن هذا السلاح سيستمر الأسرى في اللجوء إليه من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وأنفسهم إن عدد الأسرى الإداريين يبلغ ألفا وثلاثة وثمانين أسيرا تضاعف عما كان عليه قبل عامين بينما تصدر محاكم الاحتلال يوميا أحكاما بالاعتقال الإداري فلنتين أبو حامد تلفزيون فلسطين